ضياء اثرته الظروف إلى استدانة مبلغ من المال ليتمكن من بناء دار في حي المثنى الثاني في الجانب الأيسر من الموصلة على قطعة أرض اشتراها من جمعية الحدباء الإسكانية شبهة رسمية إلا أن لجان إزالة التجاوزات في دائرة مفتشية آثار نيناوة أوقفت عملية البناء وقررت إزالة بيوت أخرى مكتملة البناء في غضون 15 يوماً بعد اكتشاف عمليات تزوير في الوثائق الرسمية ضياء احتج مع أهالي الحية كونهم يمتلكون أوراق تثبت ملكيتهما للأراضي السكانية المنطقة بيها موافقات رسمية قبل فترة جاءنا يوم 12 في الشهر وقال لنا أنتم متجاوزين وانطانق 15 يوم لغرض الإزالة شون أزيل بيوت أو أطلع من البيت اللي أنا قضيت عمري كله أحلمي والداينة إحلوت المنطقة بالعين إحلوت أكو ناس وراها ليتأخذها هاي كتب رسمية من تخطيط العمراني من الآثار سند رسمي سند رسمي بيها 25 مفتشية آثار نيناوة أكدت أنها منحت جمعية الحدباء الإسكانية موافقات لتحويل ثلاثة دونامات فقط إلى مناطق سكنية مشيرة إلى وجود تلاعب وإخفاء للوثائق الرسمية أدى إلى التجاوز واستقطاع عشرة دونامات من المنطقة المحرمة القريبة من السور الأثرية لمدينة نيناو الأثرية حقيقة كشف التلاعب وتزوير بمساحة القطعة 104 على 1 وتجاوزت هذه المساحة بطرق التلاعب بالأضابير والمساحات على المساحة الأصلية للقطعة 104 على 2 العائدة للهيئة العامة للأثر والتراث والموضوع حاليا منظور أمام القضاء ليتم الفصل في هذه القضية السلطات القضائية في نيناو أكدت للحرة اعتراف عضوين من جمعية الحدباء الإسكانية إضافة إلى أحدى موظفات دائرة التسجيل العقارية بالقيام بعمليات تزوير الوثائق الرسمية بعد إلقاء القبض عليهم وفق أوامر قضائية حاولت الحرة التواصل مع جمعية الحدباء لكن دون جدوى بسبب غلق المقر ورفض الموظفين الحديث لوسائل الآلام بداعي عدم الاختصاص وبحسب دائرة الآثار في نيناو وديوان محافظة نيناو فإن المتورطين في ملف تزوير الأراضي داخل الجمعية تمكنوا من الخروج إلى خارج المحافظة وألقت السلطات الأمنية في إقليم كردستان القبض على أحدهم في أربيل بعد صدور مذكرة قبض بحقه أكثر من ثلاث سنوات مرت على تشييد 170 منزلاً في هذه المنطقة ورغم إصرار جمعية الحدباء الإسكانية بحصولها على الموافقات الرسمية لتقسيم الأراضي وبيعها للمواطنين إلا أن الأمر بات الآن في يد القضاء ليبت فيه هيتم أحمد الحراء الموصلة